إذا ضقت ذرعا بالأرض ومن عليها فما عليك سوى الرحيل إلى كوكب المريخ للعيش في مستعمرة بشرية هناك مريخ واحد مؤسسة هولندية بدأت بحثها عن متطوعين للعيش على الكوكب الأحمر في بعثة من شأنها أن تغير وجه الأرض المنظمة بدأت البحث عن مستوطنين من أمم مختلفة وهي منظمة غير ربحية ومقرها هولندا ومن المقرر انطلاق أول رحلة لـ 2023 ليتبعها إرسال بعثات كل سنتين على المتطوع التقدم بطلب رسمه 38 دولارا وأن لا يتجاوز عمره الأربعين عاما وأن يتمتع بحالة بدنية جيدة الفريق سيتم تدريبه لمدة سبع سنوات لرحلة ستستغرق سبعة أشهر للوصول إلى سطح الكوكب الأحمر يكون على متنها اثنان من الذكور واثنتان من الإناث اختبارة الفائزين والانطلاق والهبوط إضافة إلى جميع مراحل الاستطان ستبث تلفزيونيا والتواصل مع الأرض سيكون عن طريق تكنولوجيا مماثلة لسكايب فيعيشون في بيئة صغيرة جدا فقط أربعة أشخاص ستكون بيئة خطرة لن يخضع أي منهم لاختبارات الخصوبة فهذا أمر متركون لهم فالمريخ لن يكون المكان المناسب لإنجاب الأطفال لا سيما في السنوات الأولى مساكن خاصة كهذه ستكون في انتظار عضاء المستوطنة البشرية الأولى بطاريات شمسية ستوفر الطاقة لهم أما الماء فسيتم معالجته واستخدامه أكثر من مرة وسيكون عليهم زراعة بعض النباتات ليقطاتوا عليها حتى الآن تلقت المنظمة استفسارات من عشرة ألف شخص في أكثر من مئة دولة